أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند الفقرة النهاردة داسي مشوية وفيها تفاصيل مهمة جدا عندي ثلاث موضوعات أول موضوع وهو متعلق بكاس العالم للأندية وإنبارح منكم كنت نوهت وقلت أن خلال الأسبوع اللي جاي هتكون في تفاصيل أكتر وفي معلومات خاصة وحصرية لكل السادة المشاهدين وانتم متعودين معنا كده كل الملفات القرية أو الدولية اللي بتخص النادي الأهلي ومشواره في دور أبطال إفريقيا أو مشاركاته في كاس العالم الأندية الحمد لله كل الأخبار الحصرية بتسمعوها من خلالنا في برنامج التريند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من خلال لجنة رفعة المستوى ستصل يوم 9 يناير المقبل إلى العاصمة المغربية الرباط لمتابعة آخر الترتيبات النهائية بخصوص الاستقرار على فنادي الإقامة والملاعب التي ستستضيف البطولة في الفترة من واحد حتى 11 فبراير على رأس الوفد الرسمي الذي سيصل إلى المغرب يوم 9 يناير السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وهذه اللجنة ستعمل على مدار أربعة أيام لتحديد فنادي الإقامة وملاعب البطولة الناس تقول لي في تسريبات خرجت من اللجنة المنظمة المحلية إن البطولة هتتلعب في مدينتي الرباط وطنجة حتى هذه اللحظة بالفعل البطولة ستقام في مدينتي الرباط وطنجة ولكن قد يحدث تعديلات على أماكن إقامة المباراة بمعنى كان الكلام في البداية إن الافتتاح والدور التمهيدي يتلعب في الرباط ومبارتي نصف النهائي يقام في طنجة ثم المباراة النهائية تقام على ملعب مولاي عبدالله في الرباط لكن البعض اقترح إن نصف النهائي والنهائي يقام في طنجة والافتتاح والتمهيدي يقام في الرباط كل الأمور دي هيتم الاستقرار عليها قبل 13 يناير المقبل ليه قبل 13 يناير؟ لأنه تم الإعلان رسمياً وتم إرسال خطابات رسمية إلى الاتحادات القرية المعنية بمشاركة أندياتها في كأس العالم للأندية أن الأرعى ستقام في مدينة الرباط يوم 13 يناير الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب يمكن ده خبر رسمي حصري لكل السادة المشاهدين من خلال برنامج التريند أرعة كأس العالم للأندية تقرر رسمياً إقامتها يوم 13 يناير الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب في العاصمة المغربية الرباط ومن المقرر بنسبة كبيرة جدا أن يحضر جياني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي أرعة كأس العالم للأندية وعقب انتهاء مراسم هذه الأرعة سيتم اختار الأندية بتوقيتات المباريات ومكان إقامة هذه المباريات الأهل وأوكلاند سيتي حتى الآن في الرباط المباراة الأولى للوداد المغربي حتى الآن في الرباط ولكن مبارتي نصف النهائي واستكمال البطولة المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية الاتجاه أن تقام هذه المباريات في مدينة طنجة في شمال المغرب طبعا كلنا عارفين أن بطل أوروبا بيبقى ليه بعض المتطلبات كده نتيجة القصر الوقت ما بين المشاركة في بطولة العالم مع ارتباطاته في الدوريات الأوروبية سواء بطل إنجلترا أو بطل إسبانيا يمكن مرة ليفربول المرة دي ريال مدريد فبقى عندهم ارتباطات في الدوريات الأوروبية بالإضافة لده كمان عندهم مباريات دوري أبطال أوروبا فبالتالي الناس قدر الإمكان بتحاول تزبط الموعيد والأماكن وقصر المسافة بالنسبة لريال مدريد طنجة بالنسبة للأسبان نتبتكلم في ساعة طيران فبالتالي الاتجاه الأقرب خلال الساعات اللي جاية وأعتقد ده يتحدد بشكل رسمي مع إجراء مراسم القرعة لما تم تسكين المباريات بشكل رسمي كمان الاتحاد الدولي اعتمد رسميا خلاص توصية الاتحاد الأسياوي والهلال السعودي رسميا في بطولة كأس العالم للأندية دي أبرز الأخبار والمعلومات اللي جاية من مصادر رسمية في أزيوريخ بخصوص القطوات المقبلة من مسؤولي الفيفا لإقامة كأس العالم للأندية ورش العمل جاري تحديد موعدة خلال الساعات اللي جاية لوائح البطولة تم إرسالها بشكل رسمي جواز البطولة تم التأكيد على نفس قيم الجواز اللي تم تنفيذها في البطولات السابقة المركز الأخير اللي هو المركز السابع 500 ألف دولار وبطل البطولة بياخد 5 مليون دولار طيب النهاردة الحساب الرسمي للاتحاد الدولي على تويتر كان ليه أقصر من تغريدة يمكن قدت كده حماس وشغف عند جماهير النادي الآلي ومشاركة النادي الآلي في هذه البطولة وقرب مشاركة الآلي في هذه البطولة الحساب الرسمي للفيفا على تويتر أعلن مشاركة أو تواجد سلاسة فرق عربية في النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية فيفا وسألوا سؤال من سيصل إلى أبعد نقطة في البطولة مشاركة الأهلي والوداد والهلال طبعاً الأهلي وأوكلاند سيتي أول مباراة يوم واحد فبراير إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكسب ويتأهل هيبقى عنده يعني مواجهة من سلاسة فرق أو أمام سلاسة فرق يأيما يلاعب الهلال السعودي يأيما يلاعب الوداد المغربي يأيما يلاعب بطل أمريكا اللي هو ممثل الكونكا كاف في كأس العالم للأندية فهل الدور التالي قد تكون مواجهة عربية متكررة أياً كان سواء الوداد أو الهلال لأن العام الماضي أو الشهور الماضية الأهلي يلاعب مع الوداد في نهاية دور الأبطال وكلنا فاكرين طبعاً هذا اللقاء الشهير والأزمة اللي كانت موجودة بخصوص ملعب المباراة وكمال الأهلي والهلال السعودي في تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية ننتظر القرعة لأن دي أكتر مباراة الكل يكون حريص على معرفة نتائج القرعة الفائز من الدور التمهيدي من سيواجه؟ هل الأهلي مع الهلال؟ الأهلي مع الوداد؟ ممكن الأهلي يلعب مع بطل الكون كاكاف ويكون في مباراة أخرى ما بين الوداد والهلال السعودي في مستهل مشاركة بطل إفريقيا الوداد المغربي طيب حساب الفيفا أيضاً نهارده كمان على تويتر كان ليه ترحيب بمشاركة الأهلي هي مشاركة تاريخية هي المشاركة رقم 8 ودي أعلى نسبة مشاركة للأندية العربية والإفريقية وقالوا نراكم بعد أقل من شهر في المملكة المغربية نهارده نتكلم في 4 يناير يعني بعد أقل من حوالي 27-28 يوم النادي الأهلي هيكون في المغرب لمواجهة أوكلاند سيتي في مستهل مباريات وافتتاح بطولة كأس العالم للأندية وبالمناسبة البطولة تبدأ 1 فبراير الاتحاد الدولي بيديك مساحة أنك تكون موجود قبل أول مباراة بـ 72 ساعة يعني الحد الأقصى أن الأهلي يكون موجود في المغرب بنتكلم في 28 أو 29 يناير بحد أقصى لازم تكون موجود قبل معادة البطولة بـ 72 ساعة الحاجة الثانية أن القيمة الأهلي القيمة النهائية هيسجلها يوم 30 يناير الوداد والهلال وبطل الكونكاكاف آخر موعد للتسجيل يوم 2 فبراير وبتترحل بقى موعد القيد لكل الفرق على حسب مشاركته آخر فريق يقدر يسجل قيمته ريال مدريد أول مباراة ليه يوم 8 فبراير فآخر معادة لتسجيل قيمته النهائية يوم 6 فبراير نتمنى يا رب بكل التوفيق للنادي الأهلي طيب كمان النادي الأهلي على تويتر النهاردة رد على أو عمل إعادة تغريد للتويتر الخاصة بالاتحاد الدولي فيفا وكتب عليها التحضيرات مستمرة لمشاركتنا التمنى في المونديال بإذن الله تكون مشاركة مميزة مميزة بإذن الله ويا رب يا رب ان شاء الله يعني الأهلي بقى يعني عمل إنجاز الفوز بالبرونزية 3 مرات نسعى ان شاء الله لكتاب التاريخ جديد في هذه البطولة وليما لا الأهلي يقدر إن شاء الله يوصل للمباراة النهائية يحقق الفضية يكون عندنا طموح للفوز بالبطولة كل دي تفاصيل نتمنى يا رب بإذن الله تتحقق بشكل كبير جدا في الختام وأنا أتكلم على كل هذه التفاصيل إحنا من البداية هنا قلنا لكم المشاركة مؤكدة كنا في انتظار الليحة البطولة والليحة الحمد لله تم اعتماده في اجتماع اللجنة التنفيذية وبالتالي أي كلام تقال بعد إعلان الفيفا وإرسال الفيفا خطاب رسمي بمشاركة الأهلي كان كله كلام فاضي ملوش أي لازمة أي أن كانت بقى مدخلات واحد يقول لك جيم كبير في قصة تتعمل في سيناريو كانت في ناس عايزة بس إيه تعمل حوار كده على موضوع ملوش أي أساس من الصحة لأن الكلام ده كان قبل كده قبل ما الفيفا يعلن استضافة البطولة أو تنظيم البطولة في المغرب وبالتالي وقتها ما كانش فيه كلام لكن في ديلي يعني فيه تأخير شوية في معرفة المعلومات هنا عند البعض في مصر ولكن من أول يوم أنا قلت لا فيه جيم كبير ولا فيه مدخلات عايب عليها قيمة والمشاركة رسمية ومؤكدة والمغرب تستضيف البطولة والأهل بيشارك بصفته ممثل لأن بطل إفريقيا هو المستضيف لهذه البطولة كمان الاتحاد الإفريقي منذ لحظات ومن خلال حسابه الرسمي والحسابات الرسمية على تويتر أعلم مشاركة أبطال إفريقيا ومشاركتهم في كأس العالم للأندية وقال الأهل والوداد إلى كأس العالم للأندية ممثلة قرد إفريقيا سواء البطل أو الوصيف نضمكم على الشاشة بطل ووصيف إفريقيا يشاركان في كأس العالم للأندية في المغرب بالتوفيق لممثلي القرى كل التوفيق رب للنادي الأهلي بإذن الله وتكون مشاركة مميزة ولسه عندنا كثير والجديد والمزيد في هذه البطولة ولكن في الحلقات القادمة كل يوم كده هيكون معنا معلومة إن شاء الله لهذه البطولة وزي ما قلت لكم كل التفاصيل هتسمعوها من خلال برنامج التريند أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا تفاصيل تانية كمان مهمة